نعم الهدوء الحذر الآن يخيم على الضاحية الجنوبية بعد سبعة غارات عنيفة سقطت على نقاط متفركة في الضاحية الجنوبية غادات اندارين صدراء عن الجيش الإسرائيلي الموجة الأولى من الغارات كانت في الصباح الباكر أتت بعد اندارا من الجيش الإسرائيلي باستهداف ثلاث مناطق عفوا وهي الشياح الحدد ومنطقة برج البراجنة تم استهداف هذه المناطق السلاسة بثلاث غارات عنيفة جدا أعنفها كان على منطقة الحدد وهي القريبة منها بطبيعة الحال حيث استهدفت كما ذكرتم المنطقة أو على تخوم منطقة الحدد ذات الغالبية المسيحية وحصل قرع لأجراس الكنائس بشكل مكثف لأن كان هناك عدد من سكان هذه المنطقة يتوجهون إلى الكنائس باعتبار أنه يوم أحد لذلك تم قرع الأجراس بشكل كبير لمنع الناس من الخروج إلى الكنائس والتزام منازينهم أو التوجه إلى مناطق أكثر أمانا لأن المنطقة التي ستستهدف قريبة جدا أيضا أتت الموجة الثانية من الغارات بعد قرابة الساعة والنصف باندار ثاني صدر عن الجيش الإسرائيلي ولكن باستهداف منطقة حارة حريك فقط ضمن أربع نقاط مختلفة في هذه المنطقة في شوارع سبقة واستهدفت في الأيام السابقة ولكن في مباني سكانية جديدة بحسب الصور والفيديوهات وبحسب عنف الغارات التي سمعناها فإن مباني كثيرة سويت بالأرض نتيجة الغارات وعنفها ورأينا تصاعد لأعمدة الدخان من عدة مناطق ونقاط مختلفة في الضاحية الجنوبية وبقي بعضها حتى الآن يتصاعد في حين بقي الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية هل من إنزارات جديدة جوني بعد هذه الإنزارات التي كانت موجودة صباحا وأعقبها مباشرة سبع غارات حتى اللحظة طبعا حتى الآن لا إنذارات لكن اليوم بعده لا يزال في أوله ونحن نترقب مزيد من الإنذارات باعتبار أن هذا الأسبوع كان كل يوم تقريبا يشهد أربع إنذارات تصدر على بيئة توقيتات بتوقيت مختلف عن السابق في اليوم بتنا أمام معادلة أنه كل ساعتين أو ثلاث ساعات كحد أقصى هناك إنذار للضاحية الجنوبية يستهدف عدة نقاط ومناطق في الضاحية الجنوبية لكن النصيب الأكبر من الغارات يسقط على منطقة حارة حريك بطبيعة الحال هذه المناطق كلها باتت اليوم تحت نيراني الغارات المكثفة طبعا يلي الإنذارات أطلق نار كثيف في الضاحية الجنوبية من أجل إنذار من تبقى في هذه المناطق بدرورة الإخلاء والتوجه إلى المناطق الأكثر أمانا يوم أمس فقط كان هناك أربع إنذارات على الضاحية الجنوبية حصيلتها كانت 12 غارة وكان هناك جريحة وهي لاعبة في منتخب قرة القدم في لبنان أصيبت بالغارة التي سقطت على الضاحية الجنوبية نتيجة شزايا من صاروخ هذه هي يوم أمستما تسجيل هذه الحالة نعم بحسب المعلومات هي خضعت لعملية في رأسها وهي الآن في العناية الفائقة تخضع للعلاج طبعا مع كل الغارات تلاسيما هذا الأسبوع التي أصبحت تستهدف عمق الضاحية الجنوبية نتحدث عن منطقة الشياح مثلا والغبيري وهما منطقتين لا تزالان مأهولتين بالسكان على عقس مناطق أخرى في الضاحية الجنوبية نزح غالبية سكانها هذه المناطق لا يزال فيها سكان لذلك إما ينزحون باتجاه مناطق قريبة جدا كما حصل اليوم في منطقة عين الرماني التي نزح إليها سكان مناطق الشياح وهي ذات الغالبية المسيحية منطقة عين الرماني وأيضا باتجاه مناطق في وسط بيروت إلى أن تهدأ الغارات ثم يعودون إلى منازلهم هذه الوتيرة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية لافتة جدا هذا الأسبوع كما ذكرنا لم تعد الغارات تقتصر على فترات المساء وأنما باتت موزعة على كل ساعة اليوم الطيران المسير لا يفارق سماء الضاحية الجنوبية وهذا طبعا قرأه المحللون وسكان حتى العديد من أهالي الضاحية بأنه تكثيف للغارات بالتوازي مع ما يحصل في الكواليس السياسية من مفاوضات لوقف إطلاق النار خصوصا مع ترقب الجواب النهائي للبنان يوم غد الذي سيسلمه للسفيرة الأمريكية حول موضوع الوثيقة أو الوثيقة الرسمية التي سلمها يوم الجمعة بخصوص وركة أطلاق النار وفي انتظر أيضا زيارة هوكشتين القادمة شكرا جزيلا لك كنت معنا الصحفية في قناة الحدث جوني فخري كنت معنا من مشارف ضاحية بيروت